الكلام المهم ب بعض متلسانه الحكم قبل المدولة دايماً أبداً الحكم الطبيعي والمنطقي والموضوعي والعادل والحقيقي هو ما يصدر بعد المدولة بعد ما الناس تأخذوا تد مع بعضيها وتتداول وتستقر على رأي وحكم لكن تخيالوا الحكم قبل المدولة كان فخ فخ حقيقي نصبه لنا مبارح مستر بيتسو موسمان لأنه ما أن أعلن تشكيل للأهل بالأمس ووجود ثلاث لعبين في قلب خط الوسط وغياب محمد شريف وغياب حسام حسن المهاجم الجديد حتى قلق الكثيرون وانا منهم وانت منهم طبعاً مش قلق ترقبت قلت ليه موسماني بيصعب على نفسه ليه بيحط نفسه في اختبارات لا يراها إلا هو يعني أنت عشان تقدم نفسك للناس بتتطفق في 90% مثلاً من التصرفات فجئنا جميعاً بأن الرجل ده بس هو أكد القناعة اللي موجودة عندي من الأساس أن المدرب هو صاحب الحق الوحيد لأنه صاحب الرؤية الأقرب والتقييم الأقدر بحالة لعبته وبالعاجة أقدمه في المباراة صحيح الأول حنشوف الناس كانت قال أنا وعملت زي وبعدين كيف تفوق على رأي كابتن طه موسماني على الجميع في الحقيقة الفخ كان للجميع لأنه فعلاً مع إعلان التشكيل كثرت الإجتهادات واختلفت الرؤى فكان هذا رأي كبير وشيخ المحللين الدكتور طه اسماعيل تجربة ثلاثة في نص الملعب دي مش نكحة في النادي الأهدي لأن الثلاثة كلهم ارتكاز كلهم ارتكاز ما فيش حد منهم بلاي ميكر يعني أنا معرفش طبعاً اللي هيلعبه بالشكل إزاي ربما يكون مدربهم أنا مش فاهم الترتيب هيبقى إزاي التشكيل اللي موجود ده الترتيب هيبقى إزاي لكن أنا شايف أنه هو فيه مجاسفة كثيرة من البداية أن أنا أحط كل يعني السلة بتحتي أحطها مرة واحدة جداد بتوقع أحطهم مرة واحدة بتشكيل حاطت فيه ثلاثة في نص الملعب ما عرفش إزاي التنمين رص حربك فهو أنا شايف هو تجربة بيعملها لكن أنا شايف يعني التجربة رهينة كنفزها شوف هو إيه لي وقال ملاحظاته ولكن بحنكة المدرب وضقة المحلل ساب الباب مواري بسنة قال لك مجازفة ولكنه مؤكد يكون هو ضربهم عليها ودعونا نشوف التجربة هتفرز إيه التجربة رهينة تنفزها جملة عبقرية أكد بيها الشيخ طه اسماعيل إنه لازم الناس تستنى ليه بتحكموا على الحاجة قبل ما تتحقها رغم إنه هو شخصيا كان مندهش بس هو بيقولك إيه هو الراجل هو إيه اللي في دماغه وضربهم علي إيه خلينا نشوف بالظبط هنا النطج بقى والعقل والخبرة خلينا نشوف طب تفتكر الكابتن أحمد شوبير جنبه قال له إيه نشوف تشكلة الناد الأهلي فيها غرابة شديدة جدا عادة من جديد إلى سلاسي في وسط الملعب هل بيرستاو حيلعب رأس حربة وقفشة حياخد جنب من الإجناب ويتقدم عمر السلية الله أعلم ممكن اللي يحصل إيه الكابتن شوبير بقى كان أكثر مباشرة ما واربش ولا عمل لكن قال ما خوفه على طول هو حيلعب مين رأس حربة ومين حيعمل صنع لعبه وغريبة جدا طيب نشوف اتدرج في خبرات الموقف الشيخ طه اسماعيل الأكبر سنا وقيمة ومقاما عنده هذا النطج فساب الباب متوارب سنا الكابتن أحمد شوبير أفالها خالص بقلقه ورؤيته بس كمان عماد متعب أو الكابتن أحمد راح لمسلمان في حتة تانية كيف يفكر المسلمان؟ مش عارف مش هو كل تفكيره ممكن يكون عايز يستحوز على نص الملعب أو يستحوز على الكرة على مدار التسعين دقيقة أو بعدين فيما بعد هي النقطة كلها أنا كنادي أهلي أنا بغير طريقتي أو بغير أسلوب لعبي لما بيكون في مباراة خارج ملعبي في أجواء صعبة عايز ألعب تأتي في نص الملعب لكن تغيير طريقة اللعب واللعب تأتي في نص الملعب في مباراة في الدور المصري دي رسالة لنادي الإسماعيل أنا بقول له أن أنا أعمل لك حساب أنا دلوقتي غيرت في مكان أفشا هلعب أفشا طر طب ليه؟ يعني ليه؟ ليه الفكرة؟ تانية حاجة أعدت محمد شريف وأعدت حسام حسن بلعب من غير مهاجم جبت في بيرستاو وواحد بيلعب ممكن يلعب مهاجم تاني لكن ملعبش مهاجم صريح اتفق الثلاثة الكبار ألحرتهم وليه؟ وهو إفل في دماغه وهو عمل في ده ليه؟ وهو ده كلام هجل نشوف بقاك كيف استطاعت المباراة أن تجيب على كل هذه الحيرة وكل هذه الأسئلة عشان أنا ليه تعليق بقى في هذا الأمر يعني حقوله بعد ما نسمع الكلام ده خلصة المباراة فاز الأهل بالأربعة ده رائع جدا رأي الدكتور طه اسماعيل إيه؟ بالتأكيد النهاردة مستمعني نقدر أنها اشتغلت وأنه راهن وأنه كسب الرهان هو دافع عن صفقاته نعم كان مقتنع بيها ودافع عنها نعم وعن استدعاءاته نعم لحمدي ولعمار نعم برضو أنا أشراكه من الأرض وثابت برضو إمكانياته من كبيرة جدا صحيح فأنا شايف أنه هو مقتنع جدا بالناس اللي جايبها والناس اللي استدعاها ولذلك فصل عليهم طريقة اللعب اللي هو عايزها ولعب زي ما شفنا في يعني برضو كان الأداء والاختراقات متزنة من الإجناب ومن العنق نعم كأثبت أنه هو يعني المهاجم عنده حس تهديف عظيم جدا داخل منطقة الجزاء وحواليها نعم دعيب كبير جدا جدا وبانت الهدفين اللي جابهم بيستلم إزاي الكرة بشكل كويس بيتخلص إزاي من المدافعين وبيساجل منها حاجة كبيرة جدا نعم فأنا شايف أنه هو يعني أول مرة يعني يفاجئ الناس وعشان كده أنا نقول لك لو تذكر قلت لك أنه لو حقت أنه هو يستدعي بس هو فيه جمع لما جاتش قالها قبل كده أنه انتصر على الجميع بما فيها النقاد وفيها كل الألقانين وكل الناس اللي بتقول أنت بتعمل إيه عم أنت ولا كسب الكل في هذا الرهان إذن المسلماني كان يراهن منفردا في مواجهة الرأي العام سواء جماهير أو نقاد واستطاع أن يكسب الرهان لثقته هنا بقى التحليل الكاب تنتاه لثقته في استدعاءاته للمعارين والنجوم الجديدة اللي خلاها وظفها أو وظف الطريقة على قدراتهم اللي ما كانت شيء بالنسبة لمعظم الناس واضحة بالشكل ده ولكن المباراة قالت هذا الكلام وترجمته تعالى نشوف كمان الكابتن عماد متعم قبل ما علق بعد ما قال أنا مش فاهم الرجل ده عايز إيه تفتكروا بعد المباراة عماد فهم موسماني كان عايز إيه ولا نشوفه عجبني موسماني جدا جدا مع أننا كنا قبل المباراة ما كناش فاهمين وأنا واحد من الناس اللي كنت مش فاهم لكن لما شفت أداء اللعيبة في الملعب لا اللعيبة فاهمة وحافظة كل كلمة هو قال لهم عليها هو عارف إمكانات لعيبة بشكل جاي جدا نفذوا الطريقة صح الضغط كان ضغط عالي إحنا كنا قلقين لتكون طريقة دفاعية هي تقلب في طريقة هجومية بحثة هجومية جدا ضغط عالي تحرك من غير كورة بشكل جاي جدا نعم لمركزية بالنسبة للثلاثة الأمامي كانت جيدة جدا الميزة بقى الأهم من نهاردة النادي الأهلي إن كل الفرص اللي جات للنادي الأهلي سجلها آه يعني حافظوا عليها سجل لأن نسبة التسجيل من الفرص بالنسبة التاو عظيمة جدا عالية جدا نعم وحتى الأفصائي كورتين اللي جابهم مش شغل فيهم مش شغل جامد مش أي واحد يعملها نعم يعني بسلم الكورة وهو مضغوط وبعدين بيتخلص من واحد والتاني وبسجل منها فدي برضو إمكانية كبيرة جدا فيه أحيانا ممكن واحد ما أمنش في العمليات مضغوط حتى فيه واحدة تانية في الشروط التاني اللي أفشة لعبها له وحطها جون وتحسب أفصائي نعم شايد جات جون لشعرائي آه جات جون هي الميزة النهاردة إنها لما باوصل بسجل كان فيه مشكلة بعض الأوقات النادي الأهلي ممكن يوصل بخمس فرص سجل منها واحدة أو اثنين طيب كابتن عماد انبسط لأنه بعد ما كان الآن على الطريقة وتصورها طريقة دفاعية اكتشف إنها هجومية هنا عايزة توقف لما الناس قالت هو الآله ليه يرجع يلعب في المطشات اللي كنا بنتقدم فيها أربعة ثلاثة ثلاثة وكل مرة الطريقة لا تسفر عن نجاح اللي حصل في هذه المباراة بيقولك إن الموضوع ما كانش في الطريقة وإنما كان في التنفيذ طيب هل المجموعة اللي موجودة دي ملتزمة في التنفيذ أكتر من المجموعة التانية لا مش كده مش ده سبب الوحيد المجموعة دي الأكثر حصولاً على الراحة لما تشوف التلاث صفقتين الجداد الأجانب وتشوف البودلاء دول مؤكد مش منهكين زي الهيكل اللي خاد البطولة السنة اللي فاتت وربما دي تكون أحد أسباب اللجوء إلى أنك تلجأ لناس طازة فريش أكتر يقدروا يتحملوا أعباء الطريقة بقى طب هنوريكوا بقى لما الناس تكون مرتاح بدنياً وزهنياً بترتاح زهنياً بتقدر تلتزم وده اللي حصل لدرجة أن في صفاء زهني كابتن عماد قالك وكابتن طه قال تقريباً من معظم الفرص تم تحقيق أهداف مش لأن فيه فوارق فنية لأن كل اللعيب له طعمه يعني أنت برضو لما جلنا كابتن محمد شريف السنة اللي فاتت أكثر كان بقى هو عنده الميزة دي أنه هو المرتاح أكثر من بقية الفرق كسر الدنيا لا إلى أن له الإجهاد هو كمان فالمسألة دلوقتي عندك ميزة أن عندك لعيبة موهوبة جداً في كل الصفوف في تفاوت في درجة الحالة البدنية والشغف وفي ناس منهم جعانة لسه عايزة تزبط وجودها وفكرة الالتزام أستاذ إبراهيم دي عايزة صفاء زهني عالي جداً وكمان لما تشوف اللجوان اللي جات كلها كلها تقريباً بدية بإيه؟ بنجاح الضغط اللي عمله لعيبة النادي الآن كنا نفتقد هذا الضغط لسبب الحالة البدنية حالة البدنية معرفش هتيجي فرصة وإحنا بنستعرض الأداف هتشوف إن البداية دايماً كالضغط والحصول عكورة وإنت بتضغطه بتقطع كورة الفريق اللي قدامك بيبقى في حالة عدم تمركز دفاع جيد فبتقدر تبغطه معظم اللي جواني اللي جات